في إطار الانفتاح العراقي السعودية وفد نيابي رفيع المستوى يبدأ غدا زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يلتقي فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزير الخارجية عادل لجبير في خطوة مكملة للجهود الحكومية في تعزيز العلاقات مع دول الجوار عامة والسعودية خاصة لجنة الصداقة العراقية السعودية وعلى لسان رئيسها النائب حسن شويرد الحمداني قال إن الوفد البرلماني تشكل من مختلف اللجان والكتلة السياسية وأن زيارة ستستمر أسبوعا واحدا تتناول مواضيع عدة من أهمها توطيد العلاقات مع مجلس الشورى السعودية وإعلان تشكيل لجنة الصداقة العراقية السعودية بهدف التعاون بين ممثلي الشعب من البلدين وبدوله قال رئيس لجنة العشائر النيابية وعضو الوفد الزائر عبود وحيد العساوي إن هدف الزيارة سيكون توثيق العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى السعودية والنواب العراقية بما يخدم مصلحة البلدين خصوصا وإن علاقات البلدين تشهد عطافة كبيرة معربا عن أمله بأن ينعكس توجه المملكة الجديد نحو العراقي من خلال دعمه في جميع المجالات وعلى صعيد الانفتاح الخارجي للعراق على المحيطين الإقليمي والدولي توجه صباح اليوم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في زيارة الرسمية إلى واشنطن تستغرق عدة أيام يلتقي فيها بنظيره الأمريكي بول رايان وعدد من رؤساء لجان في الكونغرس الأمريكي زيارة تحمل في طياتها ملفات عدة من أبرزها إلقاء كلمة العراق في مركز البحوث الأمريكية المختصة بقضايا الشرق الأوسط من جوانب مختلفة بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أشارة إلى عند الجبوري سيلتقي برؤساء لجان الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية الأمريكية للبحث في مستقبل العلاقات الأمريكية العراقية في مرحلة ما بعد داعش أرشد الحاكم قناة الرشيد